أهم تحدي أن الناس تبدأ من الآن تتهيأ وتتحضر أنه لما بيجي الشك على البنك بدي يكون رصيدوا جدا استقرار المالي يعني وجود رقابة مصرفية فاعلة نظم إدارة مخاطر منضبطة للكطاع المصرفي الفلسطيني كفاية رأس مال فاعلة وكافية المحافظة على نظام مدفوعات آمن وفاعل دائرة الرقابة هي الدائرة المعنية بمتابعة المركز المالية للبنوك بهدف حمية الأموال المدعين باعتباره أحد أهم أعدال سلطة المدعين نحرص على إطلاع الجمهور على كافة التطورات ومستجدات في عام سلطة النقطة في السنية من خلال حملات إعلامية ووسائل إعلانية مختلفة دورها في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي المشهد المصرفي يتناول أهم تطورات أنظمة العمل المصرفي المقصة الإلكترونية هي حديث البنوك أين وصل هذا المشهد دارة سندباط السوق تسعى لتحقيق مبادئ الشفافية والأفصاح والعدالة المزود الخدمة والمستهلك المشهد المصرفي يأتيكم أسبوعياً كل خميس الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية أهلاً بكم مستمعين مشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد المصرفي فيها نناقش الاستقرار المالي الذي يعد عماد البنوك المركزية إذا كان الجهاز المصرفي قادراً على القيام بالدور الأمثل من الوساطة بين مالك رؤوس الأموال وطالبيها لتحقيق التنمية الاستثمارية المطلوبة ويستند إلى بنية تحتية متطورة من التشريعات والأمور الفنية في إدارة نظم المدفوعات والمقاصة فإنه بذلك يحقق جانباً من الاستقرار المالي يبقى الجانب الأكثر تعقيداً يتمثل بالتحوط من الأزمات التي يمكن أن تقع والتصرف الأنسب في حال وقوعها ضيوف هذه الحلقة نائب محافظ سلطة النقد دكتور رياض أبو شحادي مرحباً بكم دكتور أهلاً وسهلاً رئيس مجلس إدارة الشبكة الفلسطينية الإقراض الصغير ومتنهي الصغر علاء سي سالم مرحباً بك أستاذ علاء أهلاً وسهلاً ومدير عام البنك الوطني أحمد الراغم مرحباً أستاذ أحمد أهلاً وسهلاً الحديث عن الاستقرار المالي ليس حديثاً نخبوياً يتعلق بالخبراء المصرفيين والماليين إنه يخص مبلغك في البنك سواء كان كبيراً أو صغيراً تقرير وليد نصار يلقي الضوء على الآليات التي تتبعها سلطة النقد لتحقيق الاستقرار المالي يتحقق الاستقرار المالي من خلال مجموعة منسجمة من الإجراءات هدفها النهائي صون سلامة واستقرار الجهاز المصرفي الفلسطيني وحماية 12 مليار دولار هي إجمال أموال المودعين وتضمن إجراءات سلطة النقد تحقيق الاستقرار المالي من خلال الرقابة الفاعلة على المصارف والصرافين ومؤسسات الإقراض المتخصصة وتوفير البنية التحتية وإدارة نظام مدفوعات وطني وضبط السوق وإيصال الخدمات المصرفية لكافة القطاعات الاقتصادية وصولا إلى الشمول المالي بما يغطي الفئات المهمشة والنائية وتتكون مجموعة الاستقرار المالي في سلطة النقد من ثلاث دوائر هي الرقابة والتفتيش دائرة انضباط السوق التي يقع على عاتقها مهمة توعية وتثقيف جمهور المواطنين بشأن حقوقهم وواجباتهم في تعاملاتهم المصرفية ومتابعة شكاواهم إضافة لدائرة نظم المدفوعات المسؤولة عن تنفيذ المهمات اليومية من خلال نظام التسويات والسوفت والمقصة وتهدف وحدة الإشراف على نظم الدفع إلى ضمان سلامة وجودة وكفاءة عمل أنظمة الدفع من خلال متابعة هذه الأنظمة وتقييم عملها لضمان توفر عنصري الكفاءة والأمان في عمل هذه الأنظمة لبرنامج المشهد المصرفي وليد نصر دكتور رياض كيف تساهم آليات وإجراءات سلطة النقد وتعليماتها في تحقيق الاستقرار المالي؟ بداية كما أسلفت فإن الهدف الأساس لسلطة النقد اليوم هو تحقيق الاستقرار المالي وذلك في ضوء غياب النهج الأول وهو تحقيق الاستقرار النقد بسبب عدم وجود عملة وطنية في هذا الإطار فقد سعت سلطة النقد في خطة التحول استراتيجي إلى تأسيس مجموعة الاستقرار المالي على الهيكل التنظيمي وبدأ عملها منذ العام 2006 و2007 تأتي هذه المنظومة على الهيكلية في إطار ثلاثة دوائر ووحدة عمل الدوائر الثلاثة التي تعمل هي دائرة الرقابة والتفتيش ودائرة نظم المدفوعات ودائرة انضباط السوق والشمول المالي وهناك وحدة تسعى إلى تحسين جودة المدفوعات ونظمها هي وحدة الإشراف على المدفوعات في فلسطين هذه المجموعة تعمل بتناغم منسجم فيما بينها بشكل دائم بناء على القوانين التي تحكم عمل سلطة النقد والجهاز المصرفي الفلسطيني تصدر التعليمات والتشريعات للكطاع المصرفي ومؤسسة الإقراض والصرفين أيضا بشكل متناغم ومنسجم فيما بينها كل ذلك لتحقيق رؤية سلطة النقد في مجال الاستقرار المالي وقد ثبت على مدار السنوات الأخيرة أن سلطة النقد والجهاز المصرفي قد حققت بالفعل كل ما تطمح إليه في مجال الاستقرار المالي لدينا مؤشرات الاستقرار المالي من النمو في الوداء في التسهيلات في الربحية في نسب الشمول المالي في نسب تطور المدفوعات الإلكترونية ونهائيتها وعدم وجود أي عقبات في إطار المدفوعات وتطوير العلاقة مع أكثر من 200 نقطة بنك مراسل في كل أنحاء العالم كل ذلك يدلل على وجود نسبة عالية جدا ومتطورة من الاستقرار المالي في فلسطين كيف تقاس مؤشرات الاستقرار المالي؟ هناك مؤشر الاستقرار المالي مصمم ومطور من قبل صندوق النقد الدولي في إطاره تسعى الدول إلى تطوير مؤشر خاص بها حتى هذه اللحظة لا يوجد مؤشر من ليخص فلسطين ولكن في إطار مجموعة عمل الاستقرار المالي في إطار صندوق النقد العربي هناك مسودات مطروحة من بعض الدول العربية لتطوير مؤشر للاستقرار المالي لديها في فلسطين أيضا سيكون هناك متطلب يختلف عن باقي الدول العربية في ظل كما أسلفنا غياب العملة الوطنية والوضع السياسي والاقتصادي المعقد لفلسطين وبالتالي هناك ستة مؤشرات نعتمد عليها حاليا لقياس الاستقرار المالي في فلسطين وهي نمو الوداع ونمو التسهيلات وحجم التسهيلات المتعثرة والعائد على حقوق الملكية وتطور مؤشرات الدفع الإلكتروني ونسب استخدام القطاع المصرفي من المواطنين من حيث الرجال والنساء والأطفال وحجم تعامل الجمهور مع القطاع المصرفي هذه هي النسب الإجمالية الستة أو السبعة التي ننظر إليها بشكل دائم التي تعطينا دلالة ومؤشر على نمو وتطور الاستقرار المالي في فلسطين أستاذ أحمد الراغب كيف يتناغم البنك بشكل منفرد مع ما ذكره الدكتور رياض قبل قليل من حيث تحقيق الاستقرار المالي بحيث يقوم كل بنك بدوره أيضا في أثناء سعيه لتحقيق أكبر قدر من الربحية البنوك ليست حرة في عملها بالمطلق لأن البنوك في النهاية فلسفة المراقب بأن البنك يستخدم جزء كبير في تمويل أصوله من مطلوبات تأتي من الجمهور يعني نسبة ما يتم تمويله من الجمهور أعلى مما يمول من المساهمين ولذلك البنوك تقضع لرقابة أعلى من الشركات الأخرى خط الدفاع الأول هو إجراءات الحوكمة وإدارة المخاطر داخل البنك ثم يليها خطوط دفاع أخرى تتمثل في الرقابة المصرفية ولا قدر الله في النهاية ضمان الوداع فبالتالي خط الدفاع الأول في وجود إجراءات حوكم سليمي داخل البنك في وجود إجراءات تدقيق سليمي داخل البنك وإدارة مخاطر سليمي داخل البنك بالإضافة إلى بعض الدوائر الأخرى مثل إدارة مكافحة غسل الأموال وإدارة الامتثال التي أيضا تشرف على حماية البنك من مخاطر عدم الامتثال للتشريعات سواء المحلية أو الدولية بالأخص في مجال غسل الأموال لأنه اليوم هذه أصبحت حديث الساعة في الجهاز المصرفي وجود هذه الإجراءات يسهم في الحفاظ على مستوى مخاطر مقبول في كل وحدة من الوحدات المصرفية بينما المراقب ينظر إلى المخاطر العامة بالإضافة إلى نظره على مستوى المؤسسة لكن في النهاية الاستقرار المالي يتأتى عندما تكون كل الوحدات سليمة وعندما تكون إحداها ضعيفة كيف يتم معالجتها على مستوانك نحن ننظر إلى الموضوع على مستوى مؤسساتنا نعتقد بأن التشريعات الموجودة بنيت حسب أفضل الممارسات في العالم ونعتقد بأنه بالعام الأغلب البنوك ملتزمة بهذه الإجراءات وحدث تطور كبير في آخر سنوات في نوعية الحوكم داخل المؤسسات بشكل كبير بالذات ربما في آخر عشر سنوات بشكل خصوصي أستاذ علاء ضعنا في البداية في صورة قطاع الإقراض الصغير ومتنهى الصغر من حيث عدد المؤسسات المرخصة محفظة التسهيلات وغير ذلك الصباح الخير بداية شكرا لكم قطاع الإقراض الصغير في حداته هو قطاع من القطاعات المهمة جدا هو يتكون في حداته من تسع مؤسسات مسجلة في فلسطين وتخضع لرقابة وإشراف سلطة النقل الفلسطينية والقطاع حاليا يملك محفظة قائمة تعادل 280 مليون دولار من قوض قائمة ونشطة لما يعادل من 90 ألف قلائنت من المؤشرات والأرقام المهمة جدا القاصة في القطاع أنه منذ تاريخ نشأة القطاع تم صرف ما يقارب من مليار ومئتين مليون دولار وهي من الأرقام المؤشرة وتدل على أهمية هذا القطاع ولكن الأكثر أهمية هو عدد المستفيدين بحكم أنه حجم الإقراض في قطاع الإقراض الصغير ومتوسط حجم الإقراض هو صغير جدا مقارنة بالقطاع البنكي وبالتالي عدد المستفيدين كانوا من قطاع الإقراض الصغير منذ نشأته 530 ألف مقترب وهم الفئات المهمة والفقيرة والنساء والشباب اللي كانوا بحاجة لتطوير مشاريعهم وفعلا ساهم القطاع بتطوير ظروفهم الحياتية القطاع مرت بتطور كبير ولعبة دور مهم جدا في سلطة نقد الفلسطينية مشكورة خلال السنوات الأخيرة من خلال إصدار التعليمات اللي ساهمت بتنظيم القطاع وتسجيله ورقابة عليه والإشراف عليه ودفعه للانتثال لأفضل الممارسات العالمية والمساهمة كمان دفعه باتجاه تحقيق الاستقرار المالي من خلال الالتزام بالتعليمات لعلاقة بالمخاطر وأليات العمل ونظام المعلومات الاعتمانية اللي في حدات يعتبر من الأفضل في العالم اللي ساهم بدور كبير جدا في تحقيق الاستقرار المالي من خلال منعز دواجية عمليات الإقراض وتخفيض المخاطر وساهم بدور بصور كبير جدا فعليا في قطاع الإقراض الصغير في تخفيض نسبة المخاطر في السنوات الأخيرة في التعامل في القطاع المالي بسرعة عامية دكتور رياض اسمح لنا أن نتحدث عن التفاصيل وندخل في التفاصيل عندما نتحدث عن ودائع هذه الودائع يقوم البنك باستثمارها من حيث منحك تسهيلات ائتمانية لطالبيها لتحقيق فرص استثمارية أو استهلاكية هل هناك محددات لنسبة القروض إلى الودائع مثلا؟ فاتني أن أضيف فيما يخص قبل أن أذهب بالإعجابة عن هذا السؤال حول مؤشر الاستقرار المالي فيما يخص كفاية رأس المال للبنك هي مؤشر مهم ودلالة ذات أهمية كبرى حول استقراره وهي في فلسطين بالمتوسط الآن للكطاع المصرفي تتجاوز 16% مع العلم أن النسبة المقرة عالميا هي من 8 إلى 12 وفي فلسطين حدها الأدنى هو 12 اسمحة أن نشرح هذه المعادلة قبل أن نجي بازل هذه المعادلة هي مصممة أصلا من لجنة بازل للرقابة المصرفية هي من أهم المؤشرات التي أصدرتها لجنة بازل في سنة 88 وحصل عليها مجموعة تطويرات في بازل هذه كانت في إطار بازل واحد في إطار بازل واحد نص أضيفت لها مخاطر السوق في سنة 96 وثم مخاطر التشغيل في إطار بازل 2 ثم الانضباط الأسواك وشفافية والإفصاح وتحسين في آليات وجودة الاحتساب في إطار بازل 3 هذه النسبة هي قاعدة رأس المال على الموجودات المرجحة بالمخاطر هناك أوزان ترجيحية للموجودات من صفر إلى مئة بالمئة حسب درجة مخاطراتها وهذه النسبة يجب أن لا تقل عن 8 إلى 12 بالمئة في المتوسط العالمي هذه هي من أهم النسب التي صدرت عن جنة بازل كمؤشر على قدرة رأس المال لاحتمال الصدمات وتحمل الخسائر لا سمح الله إن حصلت عودة إلى سؤالك الآن إجمال القروض أو المحددات التي يمكن اتباعها لتكون معيار لإجمال القروض من إجمال الوداء لا يوجد في فلسطين نسبة حد أدنى وحد أعلى بعض الدول حددت هذه النسبة ولكن في فلسطين تركناها وفق سياسة السوق الحر الآن تبلغ النسبة في فلسطين 75% وهي نسبة ممتازة بالنظر إلى وضع فلسطين وظروفها والعقبات التي يضعها الاحتلال والعقبات السياسية والوضع الاقتصادي العام بفلسطين نسبة 75% من وضاع العملاء تمنح على شكل تسهيلات داخل فلسطين هي نسبة ممتازة نحن نسعى إلى تطوير النسب داخل القطاعات الاقتصادية المختلفة تركز سلطة رقد في استراتيجيتها القادمة على تحسين النسب داخل القطاع الاقتصادي الواحد بحيث يتم تمويل نسب أعلى في القطاعات المنتجة والتي تساهم في تطوير الاقتصاد على وجه العموم هذا بعد جديد لسلطة النقد في أداء عملها في إطار التحول وفي إطار قانون البنك المركزي الجديد ألا وهو البعد الاقتصادي الاجتماعي هناك تطور وتحسين في أداء هذا البعد في إطار قانون البنك المركزي الجديد وفي إطار سياسات سلطة النقد الداخلية والتعاون فيما بين الاستقرار النقد والاستقرار المالي دائرة الأبحاث في استقرار النقد تقوم بتقديم دراسات لدائرة الرقابة والتفتيش تعزز التغيير والتعديل في النظم والتشريعات التي تصدر عن الرقابة في إطار تحويل الإقراض إلى القطاعات المنتجة والتي تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي بدلا عن قطاعات الأفراد والقطاعات الغير منتجة في هذا الموضوع أستاذ أحمد الراغب مدير بنك الوطني تتهم البنوك أنها تحاول أن تتجنب القروض الإنتاجية لأن نسبة المخاطرة فيها عالية وبالتالي تعتمد على القروض الاستهلاكية التي يبدو أن الفرق فيها يكون كبير بين قيمة السلعة بعد شرائها عن طريق البنك وبين ثمنها الحقيقي لا أوقات الفرق هو السعر الفائدة وأسعار الفوائد خلال السنوات الماضية كانت في أدنى مستوياتها التاريخية الآن بدأت الارتفاع لكن نعود للبداية ماذا يفضل البنك؟ يفضل التوجه للتمويل الاستهلاكي أو ما نسميه تمويل الأفراد أم تمويل الأعمال وزائد هناك طبعا قطاع تمويل الحكومي قطاع تمويل الحكومي في فلسطين قطاع كبير ويشكل نسبة عالية من إجمال محفظة المصارف لكن عندما يختار البنك هو لا يختار فقط بناءا عن نسبة الفائدة والإقراض والمخاطر لأن القطاع التجاري هناك مصادر دخل إضافية يوفرها للبنك من خلال العمولات من خلال تعامل بأسعار الصرف التي لا يتعاملون فيها الأفراد لكن بعض القطاعات الإنتاجية في فلسطين لظروف خارجة عن سيطرة الجهاز المصرفي بشكل عام هي قطاعات ضعيفة فلنضرب مثالا نحن ننتقد بشكل مستمر لتمويل قطاع الزراعة لكن من ينتقدنا ينسى أن القطاع الزراعي أغلبه في منطق سي وبالتالي إنفاذ القانون غير متوفر وبالتالي تسجيل المؤسسات غير متوفر هل من المطلوب مثلا من المصارف أن توظف أموال المدعين في مناطق للأسف إنفاذ القانون غير متوفر فيها نحن نحاول دائما أن نجد وسائل وأن نعتمد على برامج ضمان القروض لكن في النهاية نحن أيضا مطالبين بالحفاظ على الأموال بالحفاظ على الودائع إذا المسألة السياساتية تتعلق ربما بتأمين على مخاطر سياسية ما زال غير قائمة لا من سيتحمل كل هذه المخاطر يعني الوضع السياسي القائم يفرد ظروف ويفرد تحديات ولن نتحدث عن وضع في قطاع غزة مثلا هذا واحد من المواضيع اللي يسمى هوت توبيكس الآن الوضع فيه هل الإحجام عن تمويل في قطاع غزة ناجم عن رغبة البنوك بعدم التمويل الآن لا يعني فيه ظروف يجب أن نعترف فيها إذا تجهلناها نكون نحمل الجهاز المصرفي مخاطر قد لا يحمد عقبها في المستقبل يعني عليك دائما أن توازن بين التنمي والحفاظ على الاستقرار والربحية يعني هناك ثلاثة عوامل لا أستطيع أن أنسى عامل وأركز على عامل آخر زائد أنه قطاع التمويل الاستهلاكي في فلسطين هو ليس يعني هناك الحديث الكثير عنه تمويل السيارات كان يشكل من جبالي محافظة البنوك أعتقد حوالي 2% فبالتالي هو ليس مؤثر لكن هل نستطيع اعتبار مثلا تمويل السكن هل هو تمويل استهلاكي على العكس هذا تمويل يسهم في خلق تنمية في فلسطين ويسهم في تحقيق استقرار اجتماعي وأمان اجتماعي للناس هذا يعتبر قطاع أساسي في جميع الدول تحاول البنوك المركزية أن تشجع حتى أكثر مما هو موجود في فلسطين النظرة إلو وكأنه تمويل استهلاكي هي نظرة أعتقد مجانبة للحقيقة في هذا الحال أستاذ علاء هناك من يسأل سؤال بسيط ربما ما الفرق بين مؤسسات الإقراض والبنوك من حيث الدور ومن حيث النتائج أيضا؟ نحن على قناعة تامة قطاع الأقراض الصغيرة هو القطاع مكمل للقطاع البنكي وليس قطاع منافس وهذا ينبع من اختلاف الفئات المستهدفة القطاع الأقراض الصغيرة في حداته القطاع بيستهدف الفئات الفقيرة والمهمشة والغير قادرة على اقتراض من القطاع البنكي وهم بتمثلوا أصحاب المشاريع الصغيرة وصغيرة جدا والغير رسمية والغير مسجلة واللي بتشكل في حداته أكثر من 90% أو يزيد عن ذلك من الاقتصاد الفلسطين عشان هيك من هنا ينبع رقم واحد اختلاف الفئات المستهدة واختلاف دورنا احنا والبنوك لكن احنا دورنا مكمل بمنطق انه دورنا الاساسي هو مساعدة هاي الفئات تأهيلها تثقيف ائتمانيا تطوير مشاريع دفعها للقطاع الرسمي ومن ثم دفعها لمجال ومنطق تكون قادر فيها على التوافق مع متطلبات البنوك والاقتراض من القطاع البنك وهذا رقم واحد بالاضافة لذلك انا اقناع انه دورنا بانه بنركز بصورة اساسية على الشباب والنساء بصورة اساسية عشان هيك نسبة النساء الذين تصل الى 40% كفئات مستهدفة ومستفيدة وفئة الشباب تصل الى 60% كذلك نسبة قرود المشاريع فيه تركيز كبير جدا تصل الى 60% قرود المشاريع والمشاريع الزراعية الزراعة تصل عندها 11% والفرق والمتبقي هو عبارة قرود مشاريع اللي هو تقريبا 49% يعبر عن قرود مشاريع وما تبقى هو زي ما قال الاستاذ احمد هي قرود اسكان تصل لما يزيد عن 33% وانا اتفق معه تماما ان قطاع الاقراض الخاص بالسكن وتطوير السكن قطاع مهم جدا للاقتصاد الفلسطيني يساهم فيه خلق وظائف بصورة مباشرة وغير مباشرة وتطوير الظروف الاجتماعية والصحية والبيئية للناس هذول عشان يعيشوا مع معيشة كريمة وينتقلوا مرحلة افضل في حياتهم عشان هيك دورنا احنا كقطاع هو قطاع مهم جدا يعتبر النافذة الوحيدة والجهة الوحيدة المخصصة لأقراض الفئات المهمشة والفقيرة واصحاب المشاريع الغير رسمية والغير مسجلة واللي تشكل نسبة عالية جدا من اقتصادنا لذلك هذا القطاع مهم لكن دورنا هو مرحلة ابتدائية ودور مكمل للقطاع البنكي اللي ساهم في حداتهم معا بنساهم مع القطاع البنكي في حداث نقلة نوعية في الاقتصاد الفلسطيني وتطوير ان شاء الله نساهم بذلك في المستقبل ولماذا نسب الفائدة مرتفعة بشكل لافت مقارنة مع البنوك لديك؟ ارتفاع سعير الفائدة في قطاع الأقراض الصغيرة هو شيء طبيعي على مستوى العالم كله بيرتكز على ثلاث أسباب رئيسية السبب رئيسي الأول ان قطاع عملنا في قطاع الأقراض الصغيرة يتكز على العمل الميداني بمعنى ان استلام الطلب وزيارات الميدانية لا تقل عن ثلاث زيارات لكل طلب وبالتالي ان الحركة ميدانية يتم زيارة صاحب المشروع في مكان مشروعه واستلام الطلب منه واستكمال اجراءات وزيارته اكتر من زيارة لاحقة هذا رقم واحد رقم اثنين مكونات سعر الفائدة في حداتها بالنظرة لها تتكون من ثلاث عناصر رئيسية يجب ان يعلمها الجميع اول شيء تكلفة رأس المال نحن بنقترض من البنوك زي كنو مواطن عادي انا بقترض من البنك بفائدة تطرح من ما بين خمسة ونص لستة او ستة وشوية في المائة لان سعر الفائدة يبتصعد فهذا رقم واحد تكلفة رأس المال خمسة ونص في المائة تنين تكلفة تشغيلية تصل لتسعة في المائة او اكثر وهذه تضاف لتكلفة رأس المال تكلفة التالتة تضاف لها من مكونات سعر الفائدة اللي هي المخاطرة المخاطرة في قطاع الاقراض الصغيرة عالية جدا في مقارنة بكل القطاعات الاخرى مقارنة بالقطاع البنكي لانه يتعامل مع الفئات الما عندها ضمانات لذلك في الوضع الطبيعي سابقا وما يسبق ازمة غزة يعني قبل سنة تقريبا كانت المخاطرة لدينا تتراوح كابرج في حدود 4-5% هذه لو ضفت الـ 4% نتحدث عن هذه النقطة وعن نسب التعثر بشكل عام وعلاقتها بالاستقرار المالي ولكن اسمح لنا ان ننتقل الى دكتور رياض نائب محافظ سلطة النقد اذا كان الوضع الحالي مطمئن من حيث مؤشرات الاستقرار المالي التي ذكرتها في بداية هذه الحلقة ولكن ماذا عن التحوض ضد الازمات المحتملة في بلد كله ازمات صحيح هناك تعليمات مشددة فيما يخص محوظة الاقراض بشكل عام هذا يأتي كله في اطار التحوض وهذه يسموها يعني حسب تعليمات أو توصيات لجنة بازل يعني على سبيل المثال يمنع منح اي اقراض الى ذوي الصلة ذوي الصلة هم من مجلس ادارة وشركاتهم ومؤسساتهم والعملين في البنك دون موافقة مسبقة من سلطة النقد ويمنع اقراضهم باسعار تفضيلي ايضا يمنع اقراض ما زاد عن 10% من قاعدة رأس المال بدون موافقة مسبقة من سلطة النقد يمنع منح اي تمويل خارج فلسطين بدون موافقة مسبقة من سلطة النقد وايضا هناك تعليمات في المخصصات وتعليق الفوائد بمعنى ان القرد الذي يمر عليه 90 يوم ولا تسدد اقصاته ثلاث اقصات نبدأ في تعليق الفوائد التي مفروض كان تيجي منه مائجة كارادات للبنك ونبدأ كمان بنخصص له يعني نجنب من ارباحك التي اتت من قروض عامل ونشطة في محلات اخرى او في مواطنين او في قروض يعني في محفظة اخرى لنجنب 20 و50 و100 بالمئة نسب التعطية في المخصصات اليوم تقارب 70 بالمئة نسب التعثر في المحفظة بشكل عام في فلسطين لا تتعدى 2.3 بالمئة وهي من اخفض النسب على مستوى العالم هناك متابعة مكثفة يومية على صعيد السيولة المتوفرة في الاعملات الاربعة في كل فروع البنوك العامل في فلسطين وهناك متابعة اسبوعية في التوظيفات وهناك تعليمات للكطاع المصرفي يجب ان تكون التوظيفات بشكل حصيف بناء على الدولة والمؤسسة التي تتعامل معها وبناء على investment grades محددة وهي قديش المؤسسة تقييمها عالميا محفظة الموجدات هي عبارة عن استثمارات وتسهيلات هناك نقاش اذا كانت نسبة تعثر منخفضة نقاش حول تركز مخاطر والمقصود بذلك قروض الحكومة الحكومة الآن انكشفها على القطاع المصرفي هو مليار وخمسمائة مليون دولار وهذه حسب المعايير الدولية لا تصنف ولا تعثر والحكومة ملتزمة بسدادها في مواعيدها للقطاع المصرفي وهذه النسبة أيضا تقارب حوالي 20 أو أقل بالمئة من إجمال المحفظة وهي بضمانات حكومية وكثير منها أيضا بضمانات مثل هيئة البترول والإيرادات التي تتأتى من محطات البنزين أو عائدات رضيات الضريبة من الجانب الإسرائيلي فلا يوجد أي خوف أو أي مخاطر مطلقا من هذا المحفظة فيما يتعلق أيضا بتركز تماني في موظفي الحكومة هل يتم معاملة الموظفين كالحكومة كمصدر واحد للاقتراض؟ طبعا الحكومة والمخاطر المتعلقة بها يتم النظر إليها كوحدة واحدة ويتم تعامل معها بمزيد من الحيطة والحضار بشكل دائم خاصة في ضوء ما حصل مؤخرا عن توقف أو تأخر صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة وبالتالي البنوك بدأت في تخصيص مخصصات مجنة بمقابل هذه المحفظة أينما لازم ولكن الحمد لله خلال الأشهر الماضية عاودت الدفعات وانتظمت وبدأت البنوك تسترجع أقصاتها بشكل مناسب من هذه الفئة أيضا حتى في قطاع غزة أستاذ أحمد مسألة التعثر ماذا تعني للبنك المنفرد؟ يعني التعثر هو شيء متوقع في النهاية بمعنى أنه إحنا مدام تثمارس العمل المصرفي ونشاط الإقراض بكل تأكيد سيكون هناك نسبة التعثر الآن ما يحدد نسبة التعثر هو سلامة إجراءات البنك وحصافتها زائد الوضع الاقتصادي العام في البلد في فلسطين لدينا نسبة كانت أقل من الدول المحيطة فينا على الدوام خلال السنوات الماضية وهذا يعود لأن الجهاز المصرفي نسبيا متحفظ لدينا ضوابط وتعليمات نسبيا أيضا متحفظة مقارنة في الدولة ووضعنا الاقتصادية هي ليست جيدة لكن مستقرة استمرت على نفس النحو خلال السنوات الماضية بعض التراجع بعض التحسن لكن لا يوجد لدينا لا أزمة اقتصادية حقيقية ولا انتعاش اقتصادية كبيرة لأنه بالعادة الأزمات تبنى في فترات الانتعاش الكبيرة يتفائل الجميع يبدأ في ضخ الإقراض في السوق ثم عندما تتغير الظروف نلاحظ تعثر مرتفع فبالتالي بالنسبة لنا هذا هو خسائر متوقعة يتم احتسابها في التسعير يعني كما ذكر الأستاذ علاء هي جزء من احتساب سعر الفائدة عندما نحتسبه على المحفظة بشكل عام واعتبارا من هذا العام ستلتزم المصارف بالمعيار المحاسبة الدولية رقم 9 IFRS 9 واللي يعني أنه احنا سنحتسب المخصص منذ لحظة منح القرض يعني أنا بمنح القرض الآن بألف دولار وأقوم مباشرة باحتساب كم من الممكن أن يتحقق خسائر في مواجهة هذا النوع من القروض حسب نظام لتصنيف العملاء يعتمد على بيانات إحصائية تراكمية وحسب معايير دولية هذا أصبح مطلوب من جميع المصارف يعني نسجل الخسارة من اليوم الأول كنا سابقا ننتظر 90 يوم تأخير في الأقصار حتى نبدأ تسجيل خسائر اليوم نسجل وهي نوع من أنواع المصاريف وكأنها مصروف من مصاريف العمل تسجل فورا مع منح القرض أستاذ علاء التعثر ارتفع في الفترة الأخيرة في مؤسسات الإقراض هل لديكم خط أحمر أو لديكم بعض المعايير التي يمكن تجعلكم أكثر تحفظا وخاصة أنكم منفتحون على قطاع غير الرسمي بسرعة عامة نعلقنا في فلسطين سواء المصارف أو قطاع المايكروفايننس أنه نحن خبراء في التعامل مع الأزمات لأنه عمدار العشرين سنة السابقة مرينا بكل الأزمات السياسية والناتج عن الاحتلال أو الأزمة المالية العالمية أو قطع رواتب أو الأزمة الأخيرة فبالتالي أصبح لدينا الخبرة والدراية والإدراك لكيفية التعامل مع هذه الفئات كيفية التعامل مع كل منها ما نقوم فيه حاليا أنه تم تقسيم محافظ المقترضين وتقسيمهم إلى فئات مختلفة من يستطيع التزديد من يستطيع دفع جزء من الأقصار من غير قادر على التزديد ومحتاج مساعدة من هو فيه حاجة لقرد إضافي لعادة تشغيل مشهورة تبعه فبالتالي بناء على ذلك وبتعليمات ومساندة سلطة النقد والحق ويقال مشكورة أنه نجحنا بأنه نسيطر على الوضع الحالي رغم ارتفاع نسبة المخاطر بصورة كبيرة جدا في قطع غزة لكن أعدنا سيطر على الأمور والآن في مرحلة محاولة التعافي لكن التعافي الكامل مؤكد مرهون بالقرار السياسي وعادة صرف رواتب ولكن قناعتنا بأنه طالما الأزمة هي نتاج مش أزمة فعلية ناتجة عن تعطر وعدم تزديد قرار هي ناتجة عن أزمة سياسية وإيقاف صرف راتب يعني مش نمط سلوك من المقترض هي شيء فرض على الناس وعلى المجتمع وبالتالي إحنا شعرين بتفاعل بأن المشكلة ليست في آليات عملنا ولا في النظم ولا في المقترضين هي نتاج لوضع طارئ إن شاء الله بإذن الله بمجرد زواله ستعود المركب لمسارها وإحنا عقنا على شيء مهم جدا أنه في كل المراحل وفي كل الأزمات يجب أن نستمر في عمليات التحصيل والمتابعة والصرف بمنطق هناك دائما من هو بحاجة وقادر على تزديد قيمة القصد وهو بحاجة لتطوير مشروع لأنه هذا مجتمع قائم تنين يجب أن نستمر دائما بعملية تذكير مقترضين بوجود أقصات وعمليات تزديد لكن مع مراعاة ظروفهم لأنه إحنا في الجزء من المجتمع هذا وهذه شيء مهم جدا وبالتالي عمليات التذكير والمتابعة والصرف يجب أن تستمر مع اتخاذ الإجراءات والاحتياطات زي تكوين المخصصات والالتزام بتعليمات سلطة النقد هذه مؤكد ستساعدنا كما ساعدتنا في السابق على تجاوز الأزمة والاستمرار لذلك أنا أعقنا في فلسطين سواء سلطة النقد أو البنوك أو قطاع المايكروفانس نحن خبراء في التعامل مع الأزمات واثقين من قدرتنا مستعدين وإن شاء الله المرحة القادمة ستكون أحسن وحنتعافى بأقافة فورصة كل هذا النقاش دكتور رياض كيف يساهم في حماية أموال المدعين في النهاية؟ طبعا هذا النقاش إيجابي وهذا النقاش طيب وهذا النقاش إيصال الأفكار وإيصال ما يدور وتوعية الجمهور وتوعية المواطنين والمؤسسات وتوعية القطاعات الاقتصادية المختلفة يسهم أيضا في نشر هذه الثقافة وفي إيصال فكرة أن سلطة النقد تعمل مع القطاع المصرفي ومع مؤسسات إقراض ضمن معايير دولية وضمن سياسات حصيفة وضمن إجراءات رقبية محددة وواضحة هذا هو عبارة عن رسالة طمأنية للجمهور وهو عبارة عن رسالة طمأنية للمتعاملين مع القطاع المصرفي وهي أصلا كمان أيضا هو رسالة لكل الجهات التي تتعامل مع هذه القطاعات وضرورة أن يكون هناك تناغم وأن يكون هناك انسجام وأن يكون هناك حوار وطني إيجابي باتجاه المحافظة على هذه المقدرات القطاع المصرفي الآن حوالي 17 مليار دولار وهي تقدر تكون تحوشة الشعب الفلسطيني هذا موضوع مهم جدا أن نسعى كلنا للمحافظة عليه وعلى استقراره وللبناء على الإنجازات التي حصلت حتى الآن إن شاء الله في المقابل وهذا السؤال الأخير ما هو دور المواطن لحماية الاستقرار المالي؟ المواطن عليه واجب أول شيء أن يقرأ وأن يثقف نفسه وأن يتعلم ودارة اندباط السوق لدينا يعني ما شاء الله الشباب شغلين للإنهار في إطار التوعية وفي إطار التثقيف وفي إطار استقبال شكاوى الجمهور الجمهور عليه واجب أن يسعى لتطوير نفسه وأن يسعى لمتابعة المنتجات المصرفية وآليات التسعير وتطوير قدراته على التفاوض مع القطاع المصرفي لتحسين شروط قرده أن يقرأ الشروط التي يوقع عليها قبل أن يوقع عليها أن يضمن حقوقه وأن يأخذ نسخة من هذه العقود التي يوقعها وأن أيضا يتابع التزام البنك فيها هذه من أبسط الأمور التي على المواطن أن يعملها شكرا لك نائب محافظ سلطة النقد دكتور رياضة بشهادي شكرا لك رئيس الشبكة الفلسطينية الإقراض الصغير ومتناهي الصغر علاء سي سالم شكرا لك مدير عام البنك الوطني أحمد الراغب ونحن نشكركم أيضا مستمعين على طيب المتابعة في نهاية هذه الحلقة من برنامج المشهد المصرفي نلتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد إن شاء الله اشتركوا في القناة